العنوان الثاني زعامات الجهل والجهالة أأخذ مثالاً لزعامة دينية شيعية قد لا تكون جزءاً من أجواء النجف لكنها طوسية بامتياز إنني أتحدث عن المجموعة الشيخية الإحقاقية زعامة صنعت لهم الميرزى عبد الله الإحقاقي مصداق من مصاديق زعامات الجهل والجهالة الأمر هو هو البرنامج هو هو إنه البرنامج الطوسي أهل قذر يتحرك في جميع الاتجاهات المدرسة الشيخية صحيح من أنها قد تتميز ببعض الأمور عن مدرسة النجف لكنها في آخر الأمر طوسية بامتياز طوسية حتى النخاع ومن أبرز دلائل طوسيتها فإن مؤسسها أحمد الإحساء في رسالته العملية يفتي بأن الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة بدعة لا يجوز ذكرها رسالته موجودة وقد جئت بها وقرأت ما قرأت منها لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع في كل تفاصيله طريقة استنباط الأحكام عندهم تعتمد علم الرجال الطوسي وعلم الأصول الطوسي على المنهج الشافعي المعتزلي المرجئي البتري بتمامه وكماله ومن هنا فإن النجف لا تشكل على فتاوى الشيخيين وإنما تشكل على عقائدهم لأن الشيخيين لم يلتزموا بقواعد علم الكلام الناصبي وإنما اختط أحمد الإحساء طريقا له في إثبات عقائده ومعتقداته لا أريد الخوض في هذا المطلوب أعود إلى الزعامة المعاصرة لهذه المدرسة الطوسية الطريقة هي الطريقة في النجف وفي كربلاء إنها نفس طريقة الخوئيين والسستانيين والشرازيين وهكذا أبدأ من فيديو يتحدث فيه والد الميرزى عبد الله الإحقاقي وهو عبد الرسول الإحقاقي الذي كان زعيماً ومرجعاً للمجموعة الشيخية الإحقاقية رجاءً اعرضوا لنا الفيديو حفيد المرجع العظيم الكبير نور عيننا بقرة بصرنا الفاضل الكريم العلامة ميرزى عبد الله الذي الحمد لله جمع الألوم الحديثة والقديمة وكذلك ألوم المنقول التي تتألق بالفقه والأصول والمعقول التي تتألق بالحكمة الإلهية على قدر سماه مرجعنا الكبير بالحكيم الله أشكراً وعلا 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 سماه مرجعنا الكبير يشير إلى والده إلى والد عبد الرسول الإحقاقي إلى ميرزى حسن الإحقاقي ما هي وراثة؟ وراثة فعبد الله الإحقاقي والده وهذا الذي كان يتحدث عبد الرسول الإحقاقي ومن قبله والد عبد الرسول الإحقاقي الميرزى حسن الإحقاقي فحينما يقول سماه مرجعنا الكبير إنه يشير إلى حسن الإحقاقي سما الميرزى عبد الله بالحكيم هذا الكلام تأريخه 22 1999 16 شوال 1419 ونحن الآن في شوال سنة 1444 للهجرة هذا يعني أن الميرزى عبد الله لا بد أن يكون علمه قد تضاعف وتضاعف فهو في ذلك التأريخ هكذا يقول عنه أبوه عبد الرسول الإحقاقي يقول جمع العلوم الحديثة والقديمة وكذلك علوم المنقول التي تتعلق بالفقه والأصول والمعقول التي تتعلق بالحكمة الإلهية إلى الحد الذي سماه المرجع الكبير يعني حسن الإحقاقي سماه بالحكيم رجاء أعيد لنا الفيديو كي يتأكد المشاهدون من الكلام وتذكروا أن الكلام هذا في 22 1999 16 شوال 1419 هجري قمري حفيد المرجع العظيم الكبير نور عيننا بقرة بسرنا الفاظل الكريم العلامة ميرزا عبدالله الذي الحمد لله جمع العلوم الحديث والقديمة وكذلك علوم المنقول التي تتعلق بالفق والأصول والمعقول التي تتعلق بالحكمة الإلهية على قدر سماه مرجعنا الكبير بالحكيم وننتقل إلى حديث يكون أكثر تفصيلا أيضا ل عبد الرسول الإحقاقي بخصوص ولده عبد الله رجاء اعرض لنا الوثيقة الثانية وآخرة بلدي العزيز ميرزا عبدالله وهو خليفتي الله تبارك وتعالى إذا حفزه وعاشه بعدي هو خليفتي عليكم وهو جامع للعلوم جميعا للعلوم الحديثة والعلوم القديمة والعلوم الأوحدية وغيرها يعني ليس الآن في العالم نزيره في الاحتباء لجميع الأولوم عليقهم لمقام الزعامة الدينية وأنا عقيت بعض الأمانات له وفي سفري هذا سفري هذا إن شاء الله أقدم جميع الأمانات له وهو لائق أن يقوم مقام ويستفيد المؤمنون والمؤمنات من خدماته وأنفار علومه وبقية المقامات إن شاء الله حفزكم الله بحسب ما يقول عبد الرسول الإحقاقي يقول أنا عينته مقامي في جميع العلوم في جميع المقامات هذا يعني أن عبد الرسول الإحقاقي محيط بجميع العلوم وأعتقد أن منطقه يكشف عن إحاطته بجميع العلوم ومن أن له جميع المقامات هو الذي يقول أنا عينته مقامي في جميع العلوم في جميع المقامات يعني أن عبد الرسول الإحقاقي كان حاويا لجميع العلوم أنا أقول للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة من الشيخيين أو من غيرهم عودوا إلى التسجيلات الصوتية والفيديوات لعبد الرسول الإحقاقي هذا وأنصت لها هل هو محيط بجميع العلوم وله جميع المقامات من هو هذا عبد الرسول الإحقاقي يقول أنا عينته مقامي في جميع العلوم في جميع المقامات إلى آخر كلامه في أول حديثه ماذا قال قال وهو جامع للعلوم جميعا من هو عبد الله الإحقاقي هذا الكلام قطعا قبل وفاة عبد الرسول الإحقاقي متى توفي عبد الرسول الإحقاقي توفي سنة 2003 ميلادي نحن الآن في سنة 2023 هذا الكلام قبل 20 سنة وهو جامع للعلوم جميعا للعلوم الحديثة والعلوم القديمة علوم الأوحدية وغيرها يقصد من علوم الأوحدية ما كتبه الشيخ أحمد الإحساء وما كتبه كاظم الرشد يعني ليس الآن ليس الآن في العالم نظيره في الاحتواء لجميع العلوم هذا الكلام هذا الكلام قبل 2003 وقلت لكم نحن الآن في سنة 2023 فيفترض أن العلوم تضاعفت لأن العلوم تتوالد كما يقول أمير المؤمنين من أن المال تنقصه النفقة وهو يحدث كميل بن زياد ومن أن العلم يزكو على الإنفاق كلما أنفق الإنسان من علمه كلما زكى ونمى فإن المال تنقصه النفقة أما العلم كما يقول سيد الأوصياء فإنه يزكو على الإنفاق ولأن العلم بحاجة إلى تفهم وحينما يكون التفهم والتدبر والتفكر فإن العلوم ستتفتق معالمها وستتشعب معارفها عند أهلها هكذا هي الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة عبد الرسول الإحقاقي كان له كل المقامات قطعا هذا المقام له من أن الحكمة تتفجر ينابيعها من قلبه على لسانه بالله عليكم هذا المنطق الذي يتكلب فيه هل هو انفجار لينابيع الحكمة من القلب على اللسان ماذا تقولون أنتم يا أيها الشيخيون أنتم أنتم الشيخيون ماذا تقولون أين هي هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة إن كانت عند عبد الرسول الإحقاقي أو كانت حتى عند أبيه الذي قبله أو عند ولده عند الحكيم الإلهي الذي تصفونه بأنه روح الشريعة هكذا يقول أبوه وهو جامع للعلوم جميعا للعلوم الحديثة والعلوم القديمة علوم الأوحدية وغيرها يعني ليس الآن في العالم نظيره في الاحتواء لجميع العلوم ليس له من نظير هذا الكلام قبل 2003 ميلادي قلت لكم لأن عبد الرسول الإحقاقي توفي سنة 2003 ميلادي أعتقد أن صورة صارت واضحة وهو قال من أن المرجعية ليست بالتوارث أتمنى عليكم أن تدقق النظر في كلامه لأنني سأعيد بث الوثيقة رجاء أعيد بث الوثيقة وآخرة بلدي العزيز ميرزا عبد الله وهو خليفتي الله تبارك وتعالى إذا حفزه وعاشه بعد هو خليفتي عليكم وهو جامع للعلوم جميعا للعلوم الحديثة والعلوم القديمة علوم الأوحدية وغيرها يعني ليس الآن في العالم نظيره في الاحتباء لجميع الأولوم عندنا علماء أما علمهم إما بالفقه إما باللغة إما هذا ولدنا الأزيز بالحكمة الإلهية من سبيل الأوحدية هذا ولذلك أنا مول بالتأثب لا نحن لا نقول بأن المرجعية بالتبارس لا هذا في جميع المقامات وهو اللي يعني يعخذ الأمانات وأنا عقيت بعض الأمانات له وفي سفري هذا سفري هذا إن شاء الله أقدم جميع الأمانات له وهو وهو لائق أن يقوم مقامي ويستفيد المؤمنون والمؤمنات من خدماته وأنفار علومه وبقي مقامي وإن شاء الله حفظ حفظ كم الله أعطيكم فكرة عن الإحقاقيين كي تعرفوا أن القضية بالتوارث أو لا هل هذا الرجل صادق في كلامه أو لا أحمد الإحساء كان في كربلة حكايته طويلة أنا لست بصدد الحديث عن أحمد الإحساء أريد أن أحدثكم عن مسألة التوارث في الأسرة الإحقاقية كي تعرفوا هل أن هذا الرجل صادق أو أنه ليس صادقا حتى تقيس بقية الكلام على هذا المقياس أحمد الإحساء خرج من كربلة لظروف معينة وقد تحدثت عن هذه المطالب بالتفصيل في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية وتوفي بعد أن خرج من كربلة وذهب إلى المدينة المنورة توفي هناك بعد فترة وجيزة الذي صار مرجعا للمدرسة الشيخية تلميذه كاظم الرشتي لما توفي كاظم الرشتي انقسم الشيخيون هناك مجموعة تسيدها محمد كريم خان الكرماني وذهب إلى كرمان وهناك مجموعة تسيدها حسن جوهر حسن جوهر حسن جوهر هكذا يسمونه امتداد منهج حسن جوهر تتبناه المجموعة الإحقاقية اول شخص معروف في المجموعة الإحقاقية جدهم محمد باقر الأسكوئي الأسكوئي نسبة إلى مدينة أسكو في تبريز من المدن التابعة لمدينة تبريز الكبيرة في إيران فهم من أتراك إيران الأسكوئيون هم من أتراك إيران ولا زالت منازلهم وبيوتهم هناك في أسكو ميرزا عبد الله الإحقاقي هو من مواليد مدينة أسكو ولد في مدينة أسكو سنة 1963 ميلادية ودرس هناك في المدرسة الابتدائية إلى سائر تفاصيل حياته فالشخص الأول في هذه المجموعة هو محمد باقر الأسكوئي ولم يكن يعرف بالإحقاقي كان يعرف بالأسكوئي ويقال لهم الأسكوئيون هذه المدرسة أو المجموعة الشيخية يقال لها الأسكوئية لما توفي الذي حل محله في زعامة الشيخيين الدينية ولده موسى موسى الأسكوئي موسى الأسكوئي ألف كتابا عنوانه إحقاق الحق هو هذا من جزء واحد إحقاق الحق ميرزا موسى الأسكوئي الحائري المتوفى سنة ألف وثلاثمية وأربعة وستين والده محمد باقر الأسكوئي توفي سنة ألف وثلاثمية واحد للهجرة موسى الأسكوئي توفي سنة ألف وثلاثمية وأربعة وستين للهجرة لقبوه بالإحقاق نسبة إلى هذا الكتاب إحقاق الحق هذا الكتاب يرد فيه موسى الأسكوئي على الإشكالات التي تثار على الشيخيين الإحقاقيين لأن الشيخيين الإحقاقيين يختلفون عن الشيخيين الكرمانيين الشيخيون في البصرة الذين يعرفون ببني عامر هؤلاء من الشيخيين الكرمانيين الشيخيون في الكويت هم من الشيخيين الإحقاقيين لهم أتباع في كربلاء وفي محافظة بعقوبة أيضا وربما أشخاص قلائل يتواجدون الآن في النجف وكذلك في بعض المناطق من جنوب العراق على أي حال توفي موسى الأسكوئي والذي لقبوه بالإحقاق نسبة إلى كتابه إحقاق الحق صار هذا اللقب بديلاً عن اللقب الأسكوئي يريدون أن يتخلصوا من ذلك اللقب الذي يشير إلى تركيتهم وإيرانيتهم لأن أكثر أتباعهم من العرب فلقبوا بهذا اللقب الإحقاقي نسبة إلى هذا الكتاب هذا الذي أريتكم إياه قبل قليل لما توفي موسى الأسكوئي من الذي صار زعيماً للشيخيين من بعده ولده الأكبر علي علي الأسكوئي ولقب أيضاً بالإحقاقي في أيام علي الأسكوئي صار هذا اللقب وصارت هذه النسبة ثابتة له ميرزا علي الأحقاقي صار مرجعاً للإحقاقيين للشيخيين الأسكوئيين إذن أول شخص منهم محمد باقر الأسكوئي ثم ولده موسى الأسكوئي والذي لقب بالإحقاقي وبعد ذلك ولده ميرزا علي الأسكوئي الإحقاقي لما توفي ميرزا علي الإحقاقي جاء من بعده أخوه الميرزا حسن الإحقاقي ميرزا حسن هو الإبن الثاني لموسى الأسكوئي وموسى هو ابن محمد باقر الأسكوئي لما توفي حسن الإحقاقي جاء من بعده عبد الرسول الإحقاقي ولده هذا الذي يتحدث في الفيديو ولما توفي عبد الرسول الإحقاقي جاء من بعده ولده الميرزا عبد الله الإحقاقي هذه وراثة أو ليست بوراثة يضحكون عليكم والله يضحكون عليكم وهذا الأمر يجري في كل جهات الواقعي الشيعي الطوسي والأمر هو هو سينتقل بعد ذلك من عبد الله الإحقاقي إلى ولده الحكاية هي الحكاية والعبث هو العبه ومن السستان إلى ولده محمد رضا ومحمد رضا من الآن يهيئ ولده حسن صدقوني هذا هو الذي يجري على أرض الواقع مات مهد الشيرازي في كربلاء جاء من بعده ولده محمد الشيرازي محمد الشيرازي كان يخطط لولده محمد رضا ولكن عمه صدق الشيرازي هو الذي اختطف المرجعية بمساعدة الذين ساعدوا الآن صدق الشيرازي يخطط لانتقال المرجعية إلى ولده إحسين الشيرازي الحكاية هي الحكاية والعبث بالشيعة هو العبث يضحكون عليكم أنتم مضحكة مسخرة يا أيها الشيعة فمثل ما يكذب في هذا الكلام يكذب في هذا الكلام عبد الله الإحقاقي جامع للعلوم جميعا للعلوم الحديثة والعلوم القديمة يعني ليس الآن في العالم نظيره في الاحتواء لجميع العلوم الشيخيون يعرفون ميرزا عبد الله الإحقاقي عن قرب ويعرفون المستوى الذي عليه هذا الرجل فليطربنا أبو الحواتم ييوم يوم اليوم نستقبل زعيم الجعفرية اليوم نستقبل زعيم الجعفرية اليوم نستقبل زعيم الجعفرية كحين العين بناظرتك عالدار بننتظر جيتك شلقو مرتزيجا بيتك شلقو مرتزيجا يا شامسنا الكلوك التزهيم وضيا هلاء 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 اليوم نستقبل زعيم الجعفرية اليوم نستقبل زعيم الجعفرية ما لبجيتك يا فاخرنا بيدك يرفرف عالمنا حقق بجيتك آمن داعيتها للنبي والعاشمية داعية أهل النبي والعاشمية هل بجيتك يا فخرنا بدك يرفرف عالمنا حقق بجيتك آمن داعية أهل النبي والعاشمية يا من أبو كنت الظخر من أبو كنت الظخر وصابي كونفتخر ويا وصابي من أبو كنت الظخر وصابي كونفتخر عالم فاضل معتدر عالم فاضل مقتدر عليك عقدة آمل كل الحاشمية أنا أسأل أبو الحواتم أقول له بالحباس عليك أنت مصدق بهذا الحشي اللي تحكي الدينانير الكويتية أنت مصدق بهذا الكلام على أي حال هكذا تصنع زعامات الجهل والجهالة مثلما تصنع مرجعيات الفساد حدثتكم عن مرجعيات الفساد وأني أحدثكم عن زعامات الجهل والجهالة تصنع ما بين الأكاذيب التي يسطرها زعماء كل مجموعة كالأكاذيب التي سطرها عبد الرسول الإحقاق عن ولده وحتى ما نقل عن جده حسن الإحقاق أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل وهنا وهنا أقف أقول إذا كان كلام حسن الإحقاق من أن ميرزا عبد الله الإحقاق وصفه بالحكيم الإلهي هكذا وصفه وصفه بالحكيم الإلهي إذا كان ميرزا عبد الله حكيما إلهيا وكما وصفه أبوه بأنه لا يوجد له نظير في العالم لأنه جمع كل العلوم جمع العلوم القديمة والحديثة جمع علوم المنقول والمعقول إلى غير ذلك من الهراء الذي كنا نستمع إليه قبل قليل ولذا فإن أبو الحواتم يقول له من أبوك أنت الذخر والصبيكو نفتخر إلى آخر ما قاله اليوم نستقبل زعيم الجعفرية هذه الألقاب والأوصاف التي توضع من دون حساب فهل ميرزا عبد الله هو زعيم الجعفرية من الذي زعامه؟ هو زعيم على المجموعة التي تزعم عليها وزعمه عليها جده وأبوه بالوراثة لا كما يقول عبد الرسول الأحقاقي من أنه ليس هناك من وراثة هذا كذب صريح إذا كان ميرزا عبد الله بهذا المستوى العلمي شيء طبيعي إذا ما صلى فإنه يحسن قراءة صلاته لكنه ليس كذلك سأعرض لكم مقاطع من صلاته وإن كانت كل صلاته معيبة لكنني سأعرض مقاطع منها هذه صلاة جماعة في جامع الإمام الصادق في الكويت في مسجد الإمام الصادق في الكويت كان يصلي صلاة الجماعة وهي صلاة المغرب وإنما اخترت صلاة المغرب حتى يكون هناك تكرر في القراءة وهي أقصر من صلاة العشاء المقطع الأول الذي سأعرضه عليكم من إقامة الصلاة وكرر الخطأ ستة مرات فهل هذا جامع لكل العلوم القديمة والحديثة وللعلوم العقلية والنقلية وليس له من نظير في العالم حينما يتشهد في الإقامة هكذا يقول أشهد أشهد صلاته باطلة لأنه لا يتشهد هنا بنحو صحيح أشهد هذا فعل ماض شهد وأضيفت إليه الهمزة لأجل أن يكون متعديا أشهد فلان 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 حينما أقول أشهد هناك فلان أشهد فلانا وليس من معنى للكلام أني أنا الذي أشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين أشهد أن علي ولي الله مرتين ست مرات وهذا يتكرر في سائر صلواته ليس في صلاة واحدة أعرض لنا المقطع الأول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله ولي الله أشهد أن محمد رسول الله الله ولي الله ، و problem أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله عاد нолог ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وفادمة الزهراء وأبناءهم المعصومين المقطع الثاني في الركعة الأولى في قراءة سورة الفاتحة القراءة مرتبكة ولكن حينما يصل إلى لفظة الضالين فإنه يلفظها الضالين وهذه ما هي بلفظة صحيحة والقراءة لشخص يفترض فيه أنه جمع العلوم كلها ستبطل صلاته لو كان من عامة الشيعة فإن الأمر سيكون أهوى وهذا الأمر يتكرر كذلك في الركعة الثانية سأعرض لكم المقطع الثاني والثالث رجاء اعرضوا لنا المقطع الثاني يَاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْجِنَ إِهْجِنَ الصَّرَادَ سَرَادَ الْمُسْتَقِيمَ سَرَادَ الَّذِينَ أَمْ أَمْثِلَةً وَأَنْتُمْ يَبْدَأُ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ الذي ورد في الروايات أن نقول بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله وفي بعض الروايات والأسماء الحسنى لله وهناك صيغة أخرى بسم الله وبالله وخير الأسماء لله هو جاء بجملة لم ترد في الأحاديث ولا معنى لها خير أسماء لله بسم الله وبالله وخير أسماء لله هذه الجملة جملة خاطئة في دلالتها ومعنىها لا أريد أن أخوض في التفاصيل وفي التشهد الوسط أيضاً كرر الخطأ الذي كان في الإقامة فهنا ذكر للشهادتين الأولى والثانية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد الخطأ هو هو في التشهد الوسطي رجاءً اعرض لنا المقطع الرابع بسم الله وبالله وخير أسماء لله أشهد أن لا إله أعلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته وغرب مسيلته الأمر هو وهو يتكرر في التشهد الأخير أشهد فإن الكلام هنا يدل على أن فلانا أشهد فلانا لا علاقة له بالمصلي حينما يتكلم عن نفسه رجاءً اعرض لنا المقطع الخامس بسم الله وبالله وخير أسماء لله أشهد أن لا إله عند الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لن أحاسبه على مخارج الحروف لأن الرجل ليس عربياً هو تركي إيراني لن أحاسبه على العديد من الأمور في القراءة لكن الأمور الواجبة لا بد أن تكون متقنة من مرجع يقال له روح الشريعة أدري يا شريعة هذه اللي روحها ما تعرف تصلي شريعة يا شهاد هذه شريعة الواوية شريعة هي من لبن شريعة من وهذه هذا هو روح الشريعة ولاحظتم أن الخطأ تكرر في التشهد الوسطي والتشهد الأخير وخير أسماء لله هذا الكلام كلام مضطرب لا معنى له وخير الأسماء لله هذا هو الرجل الذي لا نظير له في العالم كما وصفه مرجع الشيخيين من قبله هكذا تصنع زعامات الجهل والجهالة نذهب إلى فاصل كيف تغولت مرجعيات الفساد كمرجعية الخوء مثلا التي حدثتكم عنها كيف تغولت واتسعت السبب الأول استغلال الخمس السحت وسبب الثاني الشيعة الحمير والأمر هو هو في صناعة زعامات الجهل والجهالة السبب الأول استغلال الخمس السحت وسبب الثاني الشيعة الحمير أتحدث عن البشر الحمير وإلا فإن الحمار الحيوان أفضل بكثير من الحمار الإنسان الإنسان الحمار أسوأ بكثير من الحمار الحيوان هذا هو واقعنا الشيعي الديني شكرا للمشاهدة